عند صلاة الفجر وضعت الزوجة طفلا جميلا وشاء الله أن تفارقه أمه بعد وضعه بلحظات وقبل موتها نادت زوجها وقالت له يا مصطفى ولدي أمانة في يديك فحافظ عليه وعوضه حناني بحنانك وإياك أن تشعره يوما بأنه يتيم عاش المولود أحمد مع أبيه عاما كاملا وكان أبوه يحبه حبا كبيرا وبعد عام قرر الزواج من زوجة تساعده في تربية أحمد ورعايته وبعد عام أنجبت الزوجة الجديدة ولدت سمته رامي ومن يومها بدأت تحقد على أحمد وتكرهه وتفرق بينه وبين أخيه في المعاملة واستمر هذا الوضع تسع سنوات حتى مرض الأب مرضا شديدا فأوصى زوجته وهو على فراش الموت قائلا لها حافظي على ولدي ولا تفرق بينهما ولا تحرميهما من بعضهما وعامل أحمد معاملة طيبة لأنه من اليوم سيصبح يتيم الأبوين مات الزوج وبعدها مباشرة أظهرت الزوجة كرهها وحقدها لأحمد فإذا احتاجت شيئا من خارج المنزل توقظ أحمد من نومه وترسله لشراء ما تريد وكانت تشتري الثياب الجديدة لابنها وتحرم أحمد من كل شيء حتى المدرسة أخرجت أحمد منها وجعلته يرعى الأرض منذ صغر سنه وكانت دائما تضربه دون سبب فشعر أحمد بالظلم والقهر وعندما أبدأ اعتراضه عما يحدث طردته الزوجة من البيت وعندما ذكرها بوصية أبيه صرخت في وجهه وأخرجته بالقوة وأغلقت الباب خلفه في ظلام الليل وفي البرد القارس خرج أحمد باكيا لا يعرف أين يذهب وليس في فمه إلا مناجات ربه يا رب ليس لي سواك لا أم ولا أب ولا قلب حنون يعطف عليه وظل ماشيا حتى الفجر لا يعرف إلى أين حتى رأاه شيخ كبير أثناء خروجه لصلاة الفجر فأخذه معه للمسجد وبعد أن صلى الفجر معه حكى أحمد قصته للشيخ فابتسم له وأخذه إلى بيته وأطعمه واهتم به ثم أعاده إلى المدرسة ليكمل تعليمه وظل يرعاه وينفق عليه مثل ابنه تماما حتى أصبح طبيبا وتمر الأيام والسنون ويصبح أحمد من أكبر الأطباء وفي أحد الأيام جاءه اتصال من المستشفى بضرورة حضوره لوجود حالة طارئة يأس منها جميع الأطباء وقد تمكن منها المرض فيذهب أحمد مسرعا ويدخل على المريضة التي قالت له لا تتعب نفسك يا ولدي هذه ذنوب يخلصها ربي مني لقد ظلمت طفلا يتيما ولم أنفذ وصية أبيه وحرمته من أخيه ومن مال أبيه أين أنت يا أحمد ليتك ترى حالي وتعلم كم أن الله عادل وتعلم أني حفظت لك حقك من أبيك عرف أحمد أن هذه المريضة هي زوجة أبيه فبكى بشدة وقال لها أنا أحمد ابن زوجك وشقيق رامي لقد سامحتك وأرجو من الله أن يغفر لك لقد كنت أبحث فيك عن حنان أمي التي لم أرها ولكن الشيطان دخل بيننا سامحك الله يا أمي وغفر لك هنا سمع رامي كلام أخيه من خارج الغرفة فأسرع ودخل واحتضن شقيقه وأخذ يبكي وقال له سامحنا يا أخي والله منذ أن غادرت البيت لم يدخل السرور إلى بيتنا وانتقم الله لك لقد ظللنا نبحث عنك سنوات والحمد لله أننا التقينا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اهتمت سيدة عربية بتربية ابنتها واسمها هند فأحضرت لها مربية مسلمة لتقوم برعايتها أثناء عملها وغيابها عن المنزل ولكن بعد أشهر قليلة غادرت المربية المسلمة منزل تلك السيدة بسبب قسوتها معها ومعاقبتها على أتفه الأمور وبعد أيام استعانت السيدة العربية بمربية أخرى ولكن هذه المرة كانت المربية غير مسلمة وليس لها دين وفي أحد الأيام أوقعت المربية على الأرض صحنا مزخرفا غالية ثمن فكسرته فصفعتها السيدة العربية صاحبة البيت صفعة قوية وكانت هذه الصفعة أول عقاب تناله هذه المربية غير المسلمة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فذهبت المربية إلى غرفتها تبكي وكلما شاهدت المربية وجه والدة هند نظرت إليها نظرات غل وكراهية وكلما زادت السيدة من عقابها للمربية زاد غل وكراهية المربية وحقدها على تلك السيدة مر على أول صفعة تلقتها تلك المربية سنتان وقد نسيت والدة هند هذه الصفعة وما بعدها ولكن المربية لم تنسى وكانت نار الانتقام تشتعل داخلها فكانت الأم تذهب كل صباح لعملها وتأتي وقت الظهيرة وتظل ابنتها هند مع المربية وبعد أيام قليلة أحست الأم أن ابنتها في الليل تنام وهي تتألم فقررت أن تتغيب عن عملها وتراقب المربية مع هند في هذه اللحظة سمعت ابنتها هند تقول للمربية لا أريد اليوم هذا مؤلم في هذا الحين دخلت الأم عليها فجأة ففوجئت بما لا يخطر على بال إنسان لقد رأت المربية تضع لهند الديدان في أنفها فأسرعت وأخذت ابنتها وذهبت بها إلى الطبيب لم يستطع الطبيب معالجة هند التي ماتت بدون أن تقترف ذنبا فانظروا قسوة أم كانت نتيجزها حياة طفل بريئة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سيدة في الأربعين من عمرها تعشق الصلاة وقراءة القرآن وتتسم بنشاط كبير تحسد عليه حيث أنها دائمة الحضور إلى مدارس أبنائها الأربعة للسؤال عن تحصيلهم ودرجاتهم فهي يوميا تنتظر ظهرا تحت أشعة الشمس الحارقة ابنيها عند الشارع الرئيسي الذي يبعد عن بيتهم نصف كيلو متر كي تعود بهما إلى البيت ثم تحمل عنهما حقيبتيهما الثقيلة هذه المسافة كلها وبعد أن تجهز لهما وجبة الغداء تعود من جديد بعد نصف ساعة لتنتظر ابنتها لتعود بها هي الأخرى ثم تأتي مع طفلها الصغير إلى المسائي وتجلس تنتظره من الرابعة إلى الثامنة ورغم أن سكنها بعيد عن المدرسة إلا أنها تذهب يوميا بسيارة أجر فهي ضيفة دائمة في المدرسة لا تكل ولا تمل وقد احترمها كل من بالمدرسة لأمومتها وحبها لصغارها وحرصها على متابعتهم يوميا كان ابنها الصغير الذي في المسائي لا يقبل إلا أن تجلس أمه أمام الفصل لذا كانت ضيفة ولفترة طويلة يوميا أمام باب فصله على كرسي خشبي يكسر الظهر كان كل من في المدرسة يحسد هذه السيدة على صبرها وقوة تحملها وحبها لأولادها وكانت نافذة مكتب مدير المدرسة تكشف له المدرسة كلها أمامه فما نظر منها إلا وهي جالسة في مكانها كأنها والكرسي ملتصقان تقرأ القرآن والأذكار بتركيز وخشوع وعندما يؤذن لصلاة المغرب تذهب لمسجد المدرسة وتصلي مع المعلمات في أحد الأيام نادى عليها مدير المدرسة وقال لها أتعلمين أن إدارة المدرسة اختارتك الأمة المثالية هذه السنة هتفت السيدة بدهشة كأنها لم تتوقع الأمر نهائيا أنا؟ فقال لها نعم ومن غيرك يستحق ذلك في مدينتنا أو في كل أنحاء البلاد بكت السيدة بكاء مرا جعل مدير المدرسة يخجل من نفسه لأنه بخبره تسبب في بكائها ثم سألها لما تبكين كل هذا البكاء؟ ألست سعيدة باختيارنا لك؟ قالت السيدة بالطبع سعيدة بل أكاد أموت من السعادة ولكن هؤلاء الأطفال أنا لست أمهم بل أنا لست أما لكي أنال لقب الأمة المثالية أمهم ماتت منذ زمن وأنا زوجة أبيهم لم يرزقني الله بأطفال فكان هؤلاء دنيتي وحياتي وفخري أحببتهم كما لو كانوا أولادي بل ربما لو كان لدي أولاد لما أحببتهم كما أحببتهم ثم رفعت رأسها والدموع في عينيها وسألت مدير المدرسة أخي هل أصلح أما؟ فأنا أتمنى أن أكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي بشرني بذلك عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة قال المدير بعد أن سمع المفاجأة المدوية التي أدمعت عينيه وهزت وجدانه أنت يا سيدتي ملكة الأمهات وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا تزوجت فتاة ذات خلق طيب ودين من شاب لا يقل عنها خلقا وأدبا ودينا وعاشا معا في سعادة كبيرة ورزقهم الله بطفلين جميلين كانا قرة أعين لوالديهما وبعد عشر سنوات من الزواج تغير الزوج فجأة فأصبح عصبي المزاج يغضب لأتفه الأسباب وكثيرا ما ينتج عن غضبه هذا الاعتداء على زوجته بالسب والضرب دون سبب أو خطأ وقع منها وقد تعجبت هذه الزوجة كثيرا من التحول الذي طرأ على زوجها والذي كان رقيقا طيبا وقضت معه أجمل سنين عمرها كانت تفكر كثيرا وتسأل نفسها هل أخطأت في حقه دون أن أدري هل طلب مني شيئا هاما ولم أهتم به هل وهل أسئلة كثيرة كانت تفكر فيها ليل نهار ولا تجد سببا واحدا يجعله يسيء معاملتها بهذا الشكل ومع ذلك حاولت الزوجة كثيرا التودد إليه والابتسام والمزاح معه إلا أنه في كل مرة كان يقابل طيبتها وحسن تصرفها بمعاملة سيئة لم تتوقعها فكرهت الزوجة الجلوس معه وأعلمت بما يحدث معها إحدى صديقاتها وكانت حافظة لكتاب الله وعلى دراية كبيرة بأمور دينها فنصحتها بالصبر وبكثرة تلاوة القرآن والأذكار في البيت وبالذات سورة البقرة وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا كما ذكرتها بأبنائها حينها علمت أن لا ملجأ لها إلا الله سبحانه وتعالى فبدأت تنفذ ما أوصت به صديقتها وأكثرت من الصيام ولزمت الدعاء والاستغفار وقيام الليل وبدأت تحفظ أبنائها القرآن الكريم وتروي لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صباح يوم افتعل الزوج مشكلة على مائدة الطعام وبالغ في إساءته لزوجته وامتدت يده على وجهها وخرج من البيت غاضبة حينها لازمت تلاوة سورة البقرة بقلبها وكل مشاعرها وهي تبكي إلى الله ثم اتصلت بأهلها وهي تبكي فجاءوا للبيت ورأت منهم الشفقة لحالها وحال أبنائها وبينما هم جالسون في البيت يقرؤون بعض آيات القرآن الكريم شعرت الزوجة بالهدوء وبدأت الدموع تسيل من عينيها وفجأة قطعت لاوتهم صوت قوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم فأسرعوا جميعا إلى المطبخ ظنا أنه أنبوب الغاز أو الكهرباء فلم يجدوا شيئا عندها خرجوا إلى ساحة البيت فرأوا عجبا لقد شاهدوا بلاطة خرجت من مكانها فاقتربوا منها وهم خائفين متعجبين وتساءلوا أحقا كان الصوت الشديد منها فرفعوها ونظروا تحتها وكانت الحقيقة لقد كان شيئا من عمل السحر وفورا اتصلوا بشيخ فاضل وأخبروه بما حدث فأعطاهم طريقة التخلص منه فقاموا بإحراق السحر على الفور وبعد حرق السحر مباشرة فوجئت الزوجة بعودة زوجها للبيت على غير عادته في هذا التوقيت والمفاجأة الأكبر التي أسعدت الزوجة أن زوجها دخل البيت سعيدا مبتسمة وهو الذي خرج من ساعات قليلة غاضبا كئيبة ومن يومها عادت السعادة للأسرة كما كانت من قبل وأكثر فما أجمل الالتجاء لله بالدعاء وصالح الذكر والأعمال